اشتركوا في القناة اكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن رياضة ذوي العزيمة تنال اهتماما كبيرا في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومساندة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وأكد سموه أن استضافة مملكة البحرين لاجتماع الجمعية العمومية وحفل تكريم جوائز باراسبورت 2023 للجنة البرلمبية الدولية لهو أكبر دليل على اهتمام المملكة بدعم رياضة ذوي العزيمة والتي نالت قدرا كبيرا من الرعاية والاهتمام ليحرز رياضيها العديد من الإنجازات لمملكتنا الغالية بمختلف المحافل وشكر سموه اللجنة البرلمبية الدولية على ثقتها في مملكة البحرين لاستضافة الجمعية العمومية العادية وحفل جوائز باراسبورت 2023 وهما يعزز من مكانة البحرين وثقلها على ساحة الحركة البرلمبية الدولية متمنيا للجميع التوفيق والنجاح هذا وقد تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بتكريم الرياضيين البرلمبيين من أصحاب الإنجازات الرياضية وبدوره رفع سعادة الشيخ محمد بن دعيج الخليفة رئيس اللجنة البرلمبية البحرينية خالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على حضوره ودعم سموه للحدث مشيدا بالجهود المبذولة من قبل اللجنة البرلمبية البحرينية ولجان المحلية المنظمة لإنجاح اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة البرلمبية الدولية وجوائز باراسبورت 2023 لفتا إلى الدور الفاعل للجنة البرلمبية الدولية في تعزيز مكانة مملكة البحرين لتصبح موطنا بارزا لاستضافة أهم الأحداث الرياضية البرلمبية الإقليمية والدولية وقال سعادته إن هذا الإنجاز يمثل علامة فريقة للجنة البرلمبية البحرينية والقطاع الرياضي في المملكة ويعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز للخبرة في مختلف الألعاب الرياضية البرلمبية من جانبه قال السيد أندرو بارسونز رئيس اللجنة البرلمبية الدولية إن المؤتمر الموازي حظي بنجاح لافت بفضل دعم وتفاني اللجنة البرلمبية البحرينية وشركائها في توفير مختلف مقاونات النجاح لاستضافة هذا الحدث الدولي والذي استقطب أعضاء المجلس الدولي من جميع أنحاء العالم إلى مملكة البحرين وهما يعد فرصة لإبراز الرياضة البرلمبية والتعريف بها اشتركوا في القناة